وإيه أكتر الأماكن اللي لما ابتدت حب السفر حبيتك حبيبتك أكتر في السفر يعني أقدر أقولك إن فكرة السفر طول الوقت هي اللي مسيطرة علي فهي اللي محبيباني نفسها في السفر فها روحت مكان عجبك أو ما عجبكش ما بيفليش أنت المهم إنك رحت وشفت مكان جديد ده حقيقي أوكي طب إيه الأماكن اللي لما رحتها انبهرت هونغ كونغ هونغ كونغ انبهرتني جدا يعني هو الفرقست كله مبهر يعني الفرقست اللي هو دول جنوب شراء آسيا ولبقى الصين ماليزيا اندونيسيا سينغافورة الهند برضو بسانة الهند ما رحتهاش سريلانكا وسريلانكا برضو ما رحتهاش بس الجزء بتاع الفر إيست مبهر وبديع قوي هونغ كونغ بقى كانت جميلة جدا هونغ كونغ كانت مكس ما بين كل حاجة طبيعة والحداثة الرقي البلد دايناميك جدا لو أنت شخص صاخب وبتحب الحياة والإقاع السريع هونغ كونغ وجهة مثالية جدا هتتبسط فيها الجوا فيها أهدة كمان حتى من الفر إيست التاني يعني زي ماليزيا أو سينغافورة أو زي تايلند وكده يعني جزر أكتر مش استوائي فهونغ كونغ كانت أكتر حاجة بهارتني أي خطتك بقى لما بتسافر بتحط خطتك إزاي يعني بتقول أنا النهاردة من أول ما هوصل النهاردة عندي مثلا المدة دي هعمل كذا هعمل كذا البلان بتاعتك لما بتسافر عشان ما تضيعش بقى لحظة السفر بيكلفك ثروة بيكلفك الفلوس يعني مش ثروة يعني مبلغ ضخم بيكلفك المبلغ اللي أنت حوشته أو ادخرته عشان تسافر فكل دقيقة بره هي ليها تمن فأنت استغله صح بقى فأنا بتبقى خطتي أن أنا بابقى دارس من قبل السفر أنا عايز أروح فين عارف أنت رايح فين هتعمل إيه مش هكتفي بمدينة واحدة مش هكتفي بالعاصمة يعني أنا بحب أشوف أكتر من مدينة فبحب أتنقل ما بين مدن مختلفة عشان أخدت رؤية أشمل للبلد اللي أنا رايحها فببقى مركز قوي في الجدول بتاع مثلا الأوتوبيسات أو القطارات أو الطيران الداخلي عشان أتحرك من مكان لمكان الصراحة وقت السفر بقلل النوم جدا يعني ممكن أربع ساعات في اليوم أو أربع ساعات مختلفة كفاية بالضبط لما نرجع دليل بالزوت كده